اشتركوا في القناة من الناقض الرياضي الكبير في الأهرام طبعا زي ما احنا عارفين ان الفريق ان شاء الله هيكون عنده لقاءه القدم قصاد كونكري ووصل فعلا برحلة كونكري عشان يواجه هرايا كونكري الرغيني في دهاب روبع نهائي دوري أبطال أفريقيا الفريق هيتمارن ان شاء الله بعد حوالي ساعة من دلوقتي أول تدريب ليه في هراية بعد طبعا مفادر الجهاز الفني ان هو يكون تدريب ان بارح تدريب استشفائي بس بعد رحلة طبعا كانت شقة جدا بالنسبة لثريقنا رحلة دي استمرت حوالي 11 ساعة ان شاء الله المباراة هتكون بعد بكرة يوم الجمعة 6 بتوقيت القاهرة على ملعب 28 سبتمبر طلعا سامة كونكري والاستاذ ده كمان بساعة لـ 28 أو عفوا 16 ألف مشجع واستقبل آخر مطشري أو آخر مباراة للمنتخب الغيني وكانت قصاد أفريقيا الوسطى هنتكلم طبعا عن كل حاجة هنقل لكم كافة أخبار البعثة هناك وده هيكون ان شاء الله عن طريق مرسلنا كريم أحمد المرافق دلوقتي للبعثة كمان انتو تقدروا تشاركونا النهاردة خلال حلقتنا عن طريق الإجابة على سؤال حلقتنا مين هو اللعب الفنادي الأعلي بتتوقع ان هو يتقلق في مباراة هرايا كونكري نستنعي إجابتكو ومشاركاتكو على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك تويتر وإنستغرام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أه! 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 يا مرقة أه! يا مرقة أليك الحركات دمسة من عمد متع مُنتنى هذا الضرب قول! 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 محمد أبودريكا وسبب لنا بيركز أبودريكا ومينا برطاني مرأة الله الله! الله! من ثواني ما أقول أن أعملها وكورة خطيرة وكورة من ولي سليمان ورهبا بالثاني لأمسة وليد على طول الكورة لحمد أبوتريكا آدي عبدالله السعيد حراك له حلوة وفتحة ودي أبوتريكا الله! هنبتدي حلقتنا كالعيدة بأهم العنوين الصور النهائية للائحة الأهل الخميس الفريق الأول يبدأ تدريباته في كوناكري استعددا لمواجهة هرايا كارتي روميو حذر نجوم الأهل في كوناكري الهدوء مطلوب والإعتراض ممنوع موسيقى المدير الفني يستقر على غالبية تشكيل هرايا والجبهة اليسرى بين أشرف ومعلوم موسيقى الأهل يطلب من اتحاد الكورة للمرة الثانية إقامة مباراة هرايا بملعب السلام موسيقى جلسة طارئة في اتحاد الكورة بسبب أزمة صلقارو موسيقى موسيقى أجير يضم 28 ناعب في معصفر الفراعنة قبل مواجهة سوازي العند موسيقى موسيقى قبل بقى نبتدي فقال لو نبتدي حلقتنا في كلام في الميديا لازم الأول نروح لغينيا عشان نطمن طبعا على بعتة الفريق الأول شكرا عليك زميلنا كريم أحمد نرسلنا مع بعتة ميدي الأهل المتواجدة دلوقتي في غينيا دلوقتي بقى سريعا نروح نشوف معاكم أهم منشتات الجرائد عن ميدي الأهل موسيقى مجلة الأهل بعد جلسة استمرت لأكتر من خمس ساعات السورة النهائية لللائحة اليوم اعتمد تعديل 31 بند من مشروع اللائحة من بين أكتر من 3000 مقترح الأعضاء موسيقى رؤسة حشود هائلة الخطيب يلتقي بأعضاء الجماعية العمومية مجلس الإدارة يستجيب لمقترحات الأعضاء موسيقى المجلس يعلن موعد دور اللائحة قبل عومية نهاية سبتمبر موسيقى موسيقى الأهل يخشى للمجهول في كوناكري موسيقى موسيقى الجمهورية تركيز شعار الأهل في كوناكري موسيقى موسيقى لأول مرة الأهل يتحدى ثورة هورو يالغين موسيقى كارسيرونيو حذر نجوم الأهل في كوناكري الهدوء مطلوب الاعتراض على الحكام ممنوع إياكم واستفزاز المناقص موسيقى موسيقى الأهرام المسائل أهل 90% كارتيرونيو استقر على غالبية تشكيل هوروية والجبهة اليسرى بين أشرفوا مع الأول اتجاه ينادي بمحسن وفاترس لإختار أزاره للهكومة موسيقى 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 الأخبار المسائل أهل يمنح كارتيرون حق تقرير مصير المحترفين الفريق يؤدي تدريبه في غينيا بعد رحيل أو بعد رحلة الطائرة الخاصة موسيقى موسيقى مجالة الأهل مدرب هوروية كوناكري كشف عن دوافع الانتقامية لما أكون أتمنى مواجهة الأهل تعودنا على مواجهة الأبطال وحامل اللقاء موسيقى مجالة الأهل حارساً الأهل وحورية شاركة في مونديا الروسيا موسيقى مجالة الأهل موقع النادي الغيني وأكد سنواجه فريق عالمي وجماهير هوروية تقبل على شراء زي الأحمر موسيقى 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 منورنا كالعادة وطبعا عايزين نعرف من حضراتك بقى آخر أخبار البعتة هناك وشوفنا طبعا النهاردة أخبار كتير ومنشطات كتير من مجلة النقادي الأولي عايزين نعرف بقى من حضرتك كل التفاصيل وبالسألة بعد أقل من 40 ديام من الآن الأهلة هيقدي أول تنقيب لي إن شاء الله بإذن الله نهاردة في ملعب الاتحاد الغيني ده ملعب تفتان نهاردة ملعب صغير من در أهل عد علي تزريبه الأول وإن شاء الله بإذن الله غدا هيقدي تزريبه عن ملعب الرئيسي 28 ستمبر العيدة تناوله الغدا ودلوقتي كله يستعد المرانة الأول خلاص يعني فريما عشر دار ونتحرك من الفندوق وهنروح ملعب التدريب كل الأمور الحمد لله خير الفندوق رقامة جيد جدا الأقامة هادية جدا من تقم التحكيم المنصق كان فيه اجتماع منذ قليل بين الكاتل سامير عدلي ومنصق المبراجة تمؤمن على إقامة البعثة ويعرفنا أن تقم التحكيم التونسي يوصل بإذن الله فجر غدا إن شاء الله وكل الأمور تمام واللعبين مبسوطين قوين كذل أول مرة في التاريخ النهد الأهلي على ما أعطى أذكر يعني أن كل لعب يأخذ غرفة واحدة يعني بدل غرفتين زائعات وكل لعب غرفة واحدة عشان تستقرار أكتر وتركيز أكتر لكل لعب ما يكونش فيه إزعاج لذرة الفندوم هي أدرة فرنسية موفرة كل شيء للناد الأهلي كل شيء رائع الفندوم في مكان هادي جدا ويطلع مشاهدة أرسانتي أول فيارة المناد الأهلي فيه اهتمام أعلامي زي المزبوط في تاريخ التاريخ الصحصة هنا في جينيا يعني التقت موذكرين مع أحد الصحفيين قال إحنا دي مباراة نعتبرها مباراة العمر لفريق حرية كونكري أول مرة يلاعب بطل عالمي هم قالوا أنه نحن عارفين أنه دي أهلي واحد من أكبر أربع عندي في العالم أحظة من البطولات قال إحنا مهتمين جدا بالمباراة ومهتمين جدا إعلاميا أنه نحن نصور البسم للأهلي ونستقج بالعبتها تارترون حريص أنه كل شوية يغال على المفراد مع كل بعض في الفريق بيحسوا معنويا بيكاهزوا نفسيا للمباراة يمكن كل حاجة كويسة بس يمكن شوية رطوبة عالية شوية يعني فيه تخاوص شوية من درجة الحرارة هنا المباراة تكون إن شاء الله يوم الجمعة الساعة ستة توقيت القاهرة وكل الأمور على مرمي أستاذ علي حضرتك شفت الجماهير المتواجدة هناك جماهير هوريا كونكري لا شفتهم في المطار في المطار هم كانوا حارفين وما يجوا يشوفوا الناد الأهلي كان فيه وفد إعلاني غيني كبير جدا 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 أكتر من أربع خمس قلمات من التلفزيون الغيني كانوا موجودين شفنا كم جبير جدا من الزمالة الصحفين غيرين كانوا موجودين المطار وكان فيه قرات سهلة أول ما يكوش المطار ويستقبوا الباسة لكن مثل كانت رفض بقية أحاديث حتى السيدة عمد فاروق عبد ريسل متل أهلي ورئيس الباسة رفض بقية أحاديث وإكتفنا بس أنهم يتكروا صور الباسة بالفيديو وفوتوغرافي يتصوروا الباسة وهي أثناء الدخولها التلينية وكان فيه تمهير كتير شوية وقفة على حدود المطار بالنتظر النادي الأهلي واستاذ عليق عندي منشط من مجالة النادي الأهلي باتريس كارتيرون بيقول اتخاذ تقرار تدريب النادي الأهلي بقلبي قبل عقلي سنقاتل من أجل الفوز في بطولة أفريقيا ده كان حوار لحضرتك معاه بالسألة هم هنا في نعم مايك فضالي بالسألة أنا المدير الفني فرنسي هو مدير فن فرنسي الفريق فريق كونكري بقدر بيقوله أنا كنت أتمنى أن أنا قبل المدير الأهلي في المدران نهنائية مش مكنتش عايزة قبل دلوقتي كان قال لك أنك لسلم حياتي أن أنا قبل فريق سنداونز عشان ننتائم منه لأنه هو فريق سنداونز كان حرم فريق فريق كونكري من التأهل قبل كده لبرنهاية كان كنت أتمنى أن أقبل سنداونز في المحلة دي وانتائم منه على أن تؤدى المباراتي مع نير القرن نادر أهلي للمبارات نهائية قال لأن أمور صعبة جدا عاملنا أن نواجه فريق عن نادر أهلي لكن إحنا عندنا تحدياتنا وعادينا في التاريخ لنادينا بشكل كويس جدا وقال أن أنا أعرف كل حاجة عن نادر أهلي ونفس الأمر بالنسبة للفرارسي كارترونز عنده سوكة كتيرة جدا في الفرقة أعمل اجتماع فني مع الجاذر فني المعاون الكامل درسوا شافوا شرط ريديو لفريق في اجتماع فني طبعا هيكون أرضي فيهم حضرة فنية تكون بالليبن عرضة بعد التقريب الأساس إن شاء الله بإذن الله أو بعد تقريب الأول اليوم عرضة وكل الأمور مستقرعة علي معلول وصل بالفعل في الفجأة أن كان سليف كلباء كان المفترض هو ييجي من جنوب السودان لكن هو فوجيه نبين هو موجود في مطار قرر وصفر مع الباثة على التقريب الخاصة علي معلول وصل بالفعل وصل الفجر اليوم وظهر مع الفريق وبيعمل التقريبات الجنية دروقتي وقال الباثة بدأ مكان زي بإذن الله ملعب التقريب إن شاء الله خير بإذن الله أستاذ علاء ملعب المباراة بعيد قد عن مكان الإقامة نصف شعب الظبط يعني هي البلد صغيرة لكن زحمة زحمة جدا جدا رغم إن وجود تأمين خاص للبعثة لكن الطرق دياء أوي صغيرة أوي الفندوق كمان في مكان تضرف جدا مكان بعيد مكان منعزل شوية عن المرينة لكن الشوارع زحمة أوي يعني أول محوظ لنا إن الشوارع زحمة فيه شوية أزمة مررية فده اللي عمل مشكلة أزمة مررية فبالتاني فيه حراسة شديدة لكن هو نصف ساعة ملعب تضريب من يعني زي ما أخبرونا من مصر المباراة قالوا إن ملعب التغنيب 28 ستمبر ده على بعد نصف ساعة من منكر لقمة البعثة أستاذ علاء عايزة تتناقض رياضي الكبير بشكرك جدا على وجودك معنا النهاردة في كلام في الميديا طبعا تابعنا معيكم دلوقتي أهم الكلام اللي تقال عن النادي الأهلي من خلال منشتات الجرائد أستاذ القاهرة بنلقل إليكم لهذه بطولة أمدير أفريقيا بين فريق النادي الأهلي وفريق كونوكو بطل الغان ومعشي الخطيب هو واحد بطولة أفريقيا لأول مرة ومن أهم كلام الجرائد عن النادي الأهلي نروح لكلام اللي تقال على النادي الأهلي لكن في معوقع الانترنت ونبتدي مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي الموقع الرسمي للنادي الأهلي الأهلي يطلب من التحاد الكرة للمرة الثانية إختار الجهات الأمنية بإقامة مباراة هوريا كوناكري في ملعب السلام الوطن الخطيب يواجه خمس رسائل لأعضاء الجمعية العمومية في الأهلي الشروق التأمين خاص لبعتة الأهلي في غينيا كارسيرون هوريا فريق عنيد وهجوم قوي اجتماع بين العمر فاروق ومحمد يوسف للإطمئنان على بعتة الأهلي في غينيا جلسة جلسة خاصة بين كارسيرون ويوسف لوضع البرنامج التأمين كارسيرون كارسيرون وبكار يتعافى للمرة الثانية بإقامة مباراة العودة وصاد هوريا كوناكري الغيني يوم 22 سبتمبر في ملعب السلام وفقا طبعا لما جاء في قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا واللي أختر بها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف عن طريق الاتحاد المصري لكرة القدم في وقت طبعا سابق وكمان طالبة إدارة نيدي الأهلي موافقة الجهات الأمنية على طرح 25 تذكرة فئات مختلفة طبعا وحطوا في الاعتبار الخطاب الاتحاد الأفريقي واللي تسلموا الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 27 أغسطس اللي فات وجاء في الزام الأندية المشاركة في البطولة الأفريقية بحضور جماهيري لا يقل عن سنفر المين سنفر ما لم يتوفر في ملعب الجيش في برج العرقات اللي فاتت طلب كمان النادي الأهلي في خطاب وسرعة الرد من الاتحاد المصري وكرة القدم عشان يقدروا أو تقدر الإدارة أنها تاخد الإجراءات اللازمة عشان تنظم المباراة وتطرح التذاكر للجماهير كمان الوطن قالت وكتبت أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتر محمود الخطيب هيعمل اجتماع بكرة إن شاء الله يوم الخميس عشان يعتمد الصورة النهائية لمشروع لحة النظام الأساسي بعد طبعا انتهاء لجنة السياغة من مهام عملها وحرص المجلس على الوصول للآيحة بتلبي جميع الطموحات وبتعظم طبعا من دور الجامعية العمومية وبتديها كافة الصلاحيات لإدارة نديها وفقا لمبادئ وقيم النادي الأهلي أما في موقع الشروق فكتب أن محمود رضا القنصر المصري في غينيا والذي يقوم دلوقتي بأعمال السفير حرص أنه يستقبل بعتة النادي الأهلي بعد ما وصله على طول في مطار كناكري وكمان حرص أنه يكون متواجد في فندق الإقامة ويتطمن على وصول الفريق وفارض كمان السفارة المطرية في غينيا تأمين خاص لبعتة النادي الأهلي في التحرك من ملعب التدريب لفندق الإقامة ويتطول تواجد النادي الأهلي في غينيا بناء طبعا على رغبة من النادي الأهلي نرجع نكمل أهم أخبار النادي الأهلي اللي جات في مواقع الانترنت ونرجع للشروق مرة تانية اللي كتبت نفاترس كارتيرون المدير الفني لنادي الأهلي قال إن مباراة النادي الأهلي مع هرايا كونكري الغيني مش هتكون مباراة سهلة على الإطلاق وأنه هو هيواجه منافس عنيد ومنافس قوي على ملعبه وسط جمهوره وطبعا هيصعب على الفريق المهم ويحتاج أنه هو يركز أكتر عشان يقدر يحقق الهدف المطلوب منه في المباراة هو طبعا الفوز والعودة بأفضل نتيجة قبل طبعا ما يقابل الفريق مرة تانية يوم 22 سبتمبر في مباراة العودة نروح لموقع الوطن كتب إن العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في غنية حرس إن هو يجتمع مع محمد يوسك المدرب العام وسامير عاديلي المدير الإداري عشان يتطمن على كافة الإجراءات الخاصة بالبعتة ولو كان فيه أي مشاكل يقدر يحلها مباشرة عشان يقدر يوفر المناخ المناسب لبعثة النادي الأهلي والتركيز في المباراة بس كمان الموقع الرسمي للنادي الأهلي كتب إن الفرنسي باتريس كارتيرون عمل اجتماع تنصيقي مع محمد يوسف المدرب العام واللي بيقوم دلوقتي بأعمال الكرة أو مدير الكرة عشان يحط برنامج كامل للفريق بيشمل معاد التنريبات والمحاضرات والواجبات خلال فترة تواجد الفريق في غنية وقال كمان إن كارتيرون بيحرص على الإطمئنون على كل الترتيبات بالتنسيق مع محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة قبل المواجهة المرتقبة مع هوريا كوناكري يوم الجمعة لجاية إن شاء الله في الحافظ في الركان الغالية يتحقق لمثل إن شاء الله مدفاراً غيابياً حدي لدي أهلي خاحب الأرض ومنعب ويبتون بإذن الله فاروق العرب كرة عرضية وفروح عرضية عليه ويض涼 على ت BRZ سيد سيد عبدالعفيز هقول ثمان هقول ثمان مفروف لباس نسم كاملين معيكو أهم أخبار النادي الأهلي على مواقع الانترنت ونرجع مرة تانية للوطن اللي قال أن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقية باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي عمل محاضرة فنية مع اللعيبة قبل تمرين النهاردة عشان يشوفوا مع بعض تسجيل لمباراة هورية كونكري الغيني ويشرح لهم أهم نقطة القوة ونقطة ضعف بين صفوف المنافس والطريقة اللي هيلعب بها وأهم طبعاً اللعيبة في فريق هورية كونكري الغيني مع تحديد الدور المطلوب من كل لعب في الفريق خلال المباراة وفقاً طبعاً للخطة اللي استقر عليها الجهاز الفني للنادي الأهلي نروح للشروق الشروق كتبت أن سامير عادلي المدير الإداري في النادي الأهلي قال أن الفريق هيخصوه بتمرينه الساعة 4 العصر النهاردة بتوقيت غينية أو الساعة 6 بتوقيت القاهرة على ملعب الفيفا وده أحد الملعب الفرعية في كونكري وتم تأسيسه على فكرة بنعم وإشراف من الاتحاد الدولي لكورة القدم الفيفا وأكد كمان عادلي أنه هو فاضل ما بين ثلاث ملاعب فرعية في كونكري ويدكر أن عادلي كمان قد سبق وصول بعتة النادي الأهلي بيومين عشان يقدر أنه يرتب كل الإجراءات الخاصة باستقمال البعتة واستغرقت رحلة عادلي من غينية من قاهرة لغينية ما يقرب من 22 ساعة بسبب طبعا التيران وقلنا أنه كمان بعتة النادي الأهلي أخدت المسافة دي في 11 ساعة بس وده عشان كان فيه طيارة خاصة بتنقل بعتة النادي الأهلي بس نزلوا ترانزيت ساعة في كذا بلانكا أو الدار البيضة في المغرب نرجع لليوم السابع اللي كتب أن علي معلول لعب النادي الأهلي ووصل لغينية النهاردة الفجر وكان سامير عادلي مستنيه عشان يستحبوا لفندق الإقامة عشان ينضم لبعتة النادي الأهلي مواجهة هرايا كونكري الغيني قادم من تونس شارك طبعا علي معلول مع منتخب بلاده في ميباراته الأخيرة أمام سوازلند في تاني جولات المنتخب التونسي في التصفيات المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية 2019 ولبتقام في الكاميران اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أهلي اللي قال أن محمود الرفاعي طبيب الفريق الأول لكرة الهد رجال في نادي الأهلي أكد أن محمود طه لاعب الفريق تعافى خلاص من أصابته وجاهز كمان أن هو يشارك في مباريات الفريق الودية استعددا للموسم الجديد اللاعب طبعا كان بيعاني من إجهات في العضلة الخلفية كمان برضو الموقع الرسمي للنادي الأهلي قال أن شارك عمر الوكيل بكار لاعب الفريق الأول لكرة الهد رجال في تدريبات الجماعية للفريق استعددا للموسم الجديد بعد ما تعافى هو كمان من أصابته والتعرض لها خلال مشاركته في بطولة القاسمي الودية الدولية في الإمارات يذكر طبعا أن اللاعب عين من تمزق في العضلة الخلفية لكن خلاص هو تمثل الشفاء فاصل قصير جدا ونرجع نكمل معاكم بقية فقارتنا في كلام في الميديا خليكم معنا